بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درس اليوم هو درس التعارف والتعايش للسنة الثالثة إعدادي المحور الأول في الدرس هو عالمية الإسلام والسعي إلى نفع الإنسانية أولا معنى عالمية الإسلام يقصد بعالمية الإسلام أنه رسالة موجهة للإنس والجن في كل مكان منذ بعتة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام السعى ثانيا الأدلة الشرعية على عالمية الإسلام هي كثيرا منها قول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كافة في النصين الأخيرين معنى لهم جميعا وختم بالنبيون يعني جعلني الله تبارك وتعالى آخر الأنبياء والمرسلين فهذه بعض الأدلة الشرعية على عالمية الإسلام كذلك من الأدلة على عالمية الإسلام إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى ملوك زمانه يدعوهم فيها إلى الإسلام وإلى دعوة قومهم إلى الإسلام المحور الثاني سعيد الإسلام إلى نفع الإنسانية قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فحسب هذا النص فالإسلام دين رحمة للبشرية جمعا ومن تجليات ذلك من تجليات كونه دين رحمة وكذلك من تجليات أي مظاهر كون الإسلام أتى للنفع الإنسانية ما جاء في النص الآية التسعة من سورة الحديد قال الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف الرحيم فحسب هذا النص أن الغاية من الإسلام إخراج الناس من الشرك من ظلمات الشرك والجهل وعبادة العباد والأخلاق السيئة إلى نور التوحيد والعلم وعبادة رب العباد والأخلاق الفاضلة كذلك أن شريعته من مظاهر ذلك ومن تجليات كونه أتى للنفع الإنسان وأنه دير الرحمة أن شريعته تجلب المصالح للإنسان وتدفع عنه ما يضره جلب المنفعة ودفع المضرة أو المفسدة فنجد أن في تشريعات الإسلام أحكاما تحرم علينا كل ما يضر بالإنسان فالإسلام قد حرم الخمر والتدخين والمخدرات والزنا والصرقة والرشوة والغش وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير ذلك لأنها يضر بها الإنسان نفسه ويضر غيره وتتسبب بأضرار على المستوى الجماعي والاقتصادي وغير ذلك وتشريعات الإسلام تجلب المنفعة للإنسان منفعة في الدنيا وفي الآخرة من أمثلتها مثلا ما رأينا في درس الزكاة أحكامها ومقاصدها مقاصد الزكاة هي منافع يجلبه الله تبارك وتعالى للإنسان من خلال تشريعه لهذه الزكاة فيها مقاصد كما رأينا روحية مقاصد تربوية مقاصد اجتماعية مقاصد اقتصادية فتلك منافع يجلبه الإنسان من وراء تلك العبادة وقص على ذلك سائر العبادات فكل عبادة شرع الله تبارك وتعالى إذا تأملت فيها تجدها جالبة للمصلحة ودافعة للمفسدة وللمضر من تجليات كونه دين الرحمة وأنه أتى لنفع الإنسان أن اعتناق عقيدته وتطبيق شريعته طريق النجاة يوم القيامة فسبيل النجاة يوم القيامة اعتناق عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته ولتحقق عالمية الإسلام لا بد من قيمتين رئيسيتين وهم التعارف والتعايش دعا إليهما الإسلام فالتعارف هو الانفتاح أي ضد الانغلاق والانطواء على الدات الانفتاح على الغير من أجل التواصل معهم لتحقيق أهداف معينة فلا يمكن أن تتحقق عالمية الإسلام إذا كان المجتمع المسلم لا يفعل ذلك أي أنه كان منطويا على ذاته منزويا على ذاته منغالقا لا يتواصل مع غيره فكيف سيوصل رسالة الإسلام إلى بقية الشعوب وبقية المناطق الأخرى أما التعايش فهو أن يعيش الإنسان مع الآخرين المخالفين له في الاعتقاد وغيره بدون أن يتعرض أي طرف للآخر بما يضره غيره تشمل كل أوجه الاختلاف مثلا اختلاف في اللغة اختلاف في اللون اختلاف في الأصل وغير ذلك دعوة الإسلام إلى التعارف قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقعكم من أهداف التعارف والتعايش تبليغ دعوة الإسلام لجميع الناس إزالة الصراعات والميز العنصري تحقيق الأمن التعاون لتحقيق المصالح تلبية الحاجات الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين هذا المحور غير موجود في الإطار المرجعي لكن أضفناه زيادة في الفائدة وسائل التعارف والتعايش نقصد بها وسائل الإسلام في تحقق هذين الأمرين وهما التعارف والتعايش لا نقصد بها الوسائل المادي يعني هاتف وما إلى ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب ففي هذا النص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوحدة النوع الإنساني فالتذكير بوحدة النوع الإنساني من شأنها أن تحقق التعارف والتعايش لأنها تدفع الإنسان إلى عدم التكبر على الغير عدم الاحتقار على الغير ما دام كلنا أصلنا واحد وهو تراب فلماذا نتكبر على بعضنا ونتعالى على بعضنا ونحتقر بعضنا قال الله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فهذا النص من وسيلة التعارف والتعايش في هذا النص الدعوة الحدت على الدعوة بالحكمة والموعدة الحسنة والمحاورة والجدال بالتي هي أحسن أي بأحسن الأسل قال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ادفع بالتي هي أحسن يعني ادفع إساءة البثيء بالإحسان إليه بالتي هي أحسن أي بالإحسان إليه ونتيجة ذلك تكون كما أخبر الله تبارك وتعالى في الآية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي أن عداوته تنقلب إلى محبة وإلى وفاق بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر أكدت عليه نصوص أخرى منها الحديث الذي دل على أن فعل ذلك يعتبر صدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم عدم رد الإساءة بالمثل صدقة وقال الله تبارك وتعالى فَمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلَيْظًا لَلْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فهذا الأمر أيضا من الأمور التي يكسب بها الإنسان الآخرين وتسهم في التعايش معهم وكذلك التعارف معهم وهو لين الجانب واللطف في المعاملة فالله تبارك وتعالى رحمة منه بنبيه وبالناس أن جاء له لينا في مآملتهم لطيفا في التعامل معهم ولو كان خلاف ذلك ولو كنت فضا غليظ القلب أي لو كنت غير لين في مآملتهم كنت قاسيا حاد الطباع لنفضوا من حولك أي لنفروا منك فالوسيلة هنا هي الكسب الآخر باللطف وكذلك بمقابلة الإساءة بالإحسان أيضا من الوسائل تشريع بعض الإبادات الجماعية مثل الصلاة والحج أيضا تشريع محاسر الأخلاق والحت عليها كذلك من الأمور التي تسهم في التعارف والتعايش وإذا كان الإسلام قد حتى على التعارف والتعايش فإن هناك ضوابط شرعية لهذين الأمرين من بين هذه الضوابط عدم التنازل عن العقيدة والشريعة الإسلامية كذلك من الضوابط الانفتاح على تقافة الغير والاستفادة منها في حدود ما يتوافق مع الدين الإسلامي فالآخر الذي يخالفك في الاعتقاد أو في الدين أو في غيره عنده أمور تصلح لكي تأخذها من عنده وتستفيد منها فهذا لا يمنعك الإسلام من الاستفادة منها الأمور التي لا تخالف دينك أما الأمور التي فيها مضرها الأمور التي تخالف تعاليم دينك فينبغي عليك أن لا تنغمس فيها وأن لا تنفتح بالكلية وتدوب بالكلية في التقافات الأخرى إذن تستفيد مما هو مفيد مما هو إيجابي وتترك كل ما هو سلبي مخالف لدينك كره ما عليه الآخر من دين باطل مع الإحسان إليهم وتجنب ظلمهم إذن الإنسان إذا رأيته يسلك طريق الهلاك فينبغي عليك أن تكره له ذلك أن تكره حال المعصية أن تكره حال الكفر لكن مع ذلك ينبغي أن تكون محسنا إلى الآخرين مدام غير معتدين مدام لا يقاتلونك في الدين ولا يطردونك من ديارك ومن أرضك فينبغي عليك أن تبر بهم وتكون عادلا معهم قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين انتهى درس اليوم نتمنى أن يكون قد أفادكم نسألكم الدعاء وستجدون ملخص هذا الدرس إن شاء الله في الوصف تحت هذا الفيديو لمن أراد أن يراجعه كتابة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر